موسيقى 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 قال في المؤتمر أن المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا نظرا لرغبة الطرفين في إتمام التعاقد الذي يمتد لمدة موسم ونصف أكيد كابتن سيد ومين ما تمناش أنه يكون قائد القلعة الحمراء زي ما حدثتوا شايفين لسارتي وأول ظهور ليه بتشيلت الأحمر لفتة طيبة جدا ورقم خمسة أعتقد هو كان لابس رقم خمسة في هذا المؤتمر تمام مدير الكرة بالنادي الأهلي أضاف أن لسارتي سيكون الفريق بداية من يوم 27 ديسمبر الجاري والتعاقد معه زي ما قلت لحضراتكم لمدة عام ونصف أبرز تصريحات المدرب الأهلاوي الجديد قال أنا جاهز تماما لتحقيق طموحات جماهير النادي الأهلي والمنافسة على كل البطولات ده تصريح أعتقد أن الجماهير كلها بتتمنى تحقيق هذا التصريح قال كمان اخترت الأهلي أعظم نادي وحضرت للفوز بالبطولات كلام جميل جدا لصارتي قال التغيير في طريقة اللعب ستكون تدريجية كلام برضو عقلاني جدا وسيتناسب مع الكرة المصرية ماشي قال كمان أنا على علم بالإصابات الحالية في صفوف الفريق وسأعمل على وضع الخطة المناسبة لتفادي هذا الأمر في المستقبل سواء من خلال الإعداد المميز لبعض اللاعبين أو اختيار طريقة معينة لتفادي هذا الأمر قال لصارتي شاهدت ست مبارات للأهلي وسأتخذ القرارات التي تخدم الفريق دي كانت أهم تصريحات مارتن لصارتي المدير الفني الجديد أهلا وسهلا بيك في مصر أهلا وسهلا بيك في القلعة الحمراء اللي بتشرف وبتزيد من اسم أي مدرب بيمسك هذه القلعة القبيرة جدا وهو عارف وتصريحاته بتدل أنه عارف النادل آلي كويس جدا ومذاكره كويس جدا تصريحاتها النقشة مع ضيوف الكرام كلها تصريحات إيجابية جدا وده المفروض أنه هو يعمله طريقة اللعب واختيار اللعبة اللي هتناسب طريقة اللعب والإصابات أو الكلام ده كله هننقشه مع ضيوف الكرام اللي هشرفوني بعد قليل لو كريم أحمد زميلي العزيز جاهز يا سمير يلا نروح بسرعة نشوف كريم أحمد معاه جديد ونرجع لحضراتكو على طول كريم أحمد أهلا بيك أهلا بيك يا كابتن ميدو برحب بيك بكل مشاهدي وطبيق قناة الأهلي وملعب الأهلي في كل مكان مباراة هامة أكيد ومرتقبة الأهلي وفريق النجوم أحد المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدور العام زي ما أكدنا وقلنا قبل كده كابتن ميدو تلاحهم كبير جدا للمباراة لكن يمكن النادي الأهلي خلال المباراة الماضية سواء للأداء والنتيجة النادي الأهلي بيحقق الهدف المطلوب لأن في ظروف كثيرة جدا تحيط بفريقة للنادي الأهلي غيابات لعيبة بتعود لعيبة بنفقدها يمكن كل مباراة بنأكد على هذا الأمر لأن الظروف صعبة جدا مع الكابتن محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني حتى هذه اللحظة طبعا بعد تولي المدير الفني الأرجوياني طبعا مستمرت أن الأسارتي اللي كان في مؤتمر صحفي هام جدا اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة تساؤلات كانت عديدة جدا طبعا زي ما الجميع تابع كل الإعلام كان متواجد الصحفيين ونقاد رياضين الجميع كان مهتم بشكل كبير جدا على أن يكون المدير الفني لفريقة لنادي الأهلي في أسئلة موجهة لي عن الطموحات البطولات القادمة لعيبة كتير جدا في نجوم كتير جدا في فريق النادي الأهلي يمكن زي ما تابعنا طبعا وشوفنا من خلال المؤتمر الصحفي على شاشة في قناة النادي الأهلي بنتمنى أكيد للجهاز الفني بالكامل سواء لمستمرتن كابتن سيد كابتن يوسف الجميع بصراحة إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة القادمة يكون دعم ومساندة والمساندة مطلوبة كمان أيضا من جمهور النادي الأهلي اللي عليه دور كبير جدا خلال الفترة القادمة يمكن زي ما أكدنا وقلنا كان فيه تريس كبير جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العمل على الكورة طبعا الكابتن محمود الخطيب فيه اختيار يعني المدير الفني الأنسب لفريق النادي الأهلي بشخصية النادي الأهلي بطموحات النادي الأهلي وبالفعل قدر النادي الأهلي من أبناء ويكون فيه جهاز فني مميز كل التوفيق لي وكل الدعم وأكيد زي ما بنقوله بنأكد جمهور النادي الأهلي عليه دور كبير جدا في مباراة للدور العام في البطولة الأفريقية لابد يكون فيه مصندة حقيقية لأن النادي الأهلي بإذن الله سيتوج ببطولة الدور العام البطولة الأفريقية ستكون قوية وبطولة شرسة جدا لكن عندنا لعبين عائدين عندنا صفقات كمان هكون معانا خلال الفترة القادمة خلاص يمكن الأمور فنيا استقرت بنسبة ليه النادي الأهلي والجهاز الفني يبقى الدور الكبير جدا على عمي النادي الأهلي اللي عليهم دور كبير خلال المرحلة القادمة وأيضا كمان جمهور النادي الأهلي عليه الدور الأكبر في المصندة والدعم لو بنرجع كابت الميدو ليه مباراة اليوم الأهلي والنجوم على أستاذ السلام في الساعة السابعة مساء قائمة تتكون من عشرين لعب على الرسوم الشناوي وعلي لطفي شام محمد اسلام محارب أحمد حمودي مؤمن زكريا وليد أزارو أيمن أشرف عمر السلية كريم مندبد محمد شريف سليف كلبالي أحمد حمدي ناصر ماهر محمد هاني وميدو جابر باسم علي أحمد الشيخ وأحمد علاء ومروان محسنين كنت تم اختيار عشرين لعب لهذه المباراة لعيب طبعا كل لعيب متواجد فيها القائمة هو جاهز فنيا وبدنيا لكن الجانب الآخر والآخر طبعا نحن نتكلم عليه دايما أنه في غيابات كثيرة في لعيبة خلاص في المراحل النهائية من التأهيل إكرامي وليد سليمان حسام عشور أحمد فاتحي علي معلول صلاح محسن جونير أجييه ومحمد نجيب يمكن دي أبرز الغيابات اللي هكتوني النهاردة لعيبة عن فريق نادي الأهلي لكن لو بنطمن الجمهور بشكل عام حسام عشور إن شاء الله يكون متواجد وليد سليمان يكون متواجد وشريف إكرامي أيضا سيكون متواجد في مباراة العودة اللي حابين نتكلم عليها سريعا كابتميدو طبعا تم تأجيل مباراة العودة أمام فريق جيمة بطل أسيوبيا اليوم 23 من الشهر الجاري كان مفروض يكون المباراة يوم 21 وننجي الأهلي بالفعل تم تجهيز كافة الأسيليب الخاصة بها الصفر الإقامة التنقلات هناك في أسيوبيا على أن يكون المباراة يوم 21 لكن خلاص يكون في ترتيب آخر خلال الأيام القادمة بنسبة كبيرة جدا سيكون الصفر يوم 19 هيبقى يمكن فيه 3 أيام تدريبتين على الملعب الرئيسي طبعا اللي يخد عليها نادي الأهلي مباراة العودة ثم المباراة ستكون يوم 23 وأكيد بالتأكيد مباراة الدخلية أكيد هكون مؤجلة بشكل كبير جدا لأن نادي الأهلي يوم 23 يكون خارج القاهرة في أسيوبيا بوقت دايق جدا أن يكون فيه يومين والنادي الأهلي يلعب مباراة الدخلية فأكيد طبعا مطروك هذا الأمر للجنة المصابقات الحج عامر حسين بس بالتأكيد طبعا من خلال رؤيتنا ومن خلال خبرتنا فيه المباراة خلال الفترة الماضية سيتم تأجيل مباراة الدخلية لكن زي ما بنأكد ومنقول النادي الأهلي في كل الأحوال لابد يكون جاهز لعدة النادي الأهلي خلاص زي ما أكدنا وقلنا المدير الفني موجود الجهاز الفني موجود في استقرار خلال الفترة القادمة وده الشيء اللي بنأكد عليه كل مرة لأن النادي الأهلي والعابي مطلوب منهم دور كبير جدا لاستعادة الأمجاد لاستعادة الانتصارات ومور النادي الأهلي متعطش بشكل كبير جدا لفرحة كبيرة وانتصار كبير سواء في بطولة الدور العام أو بطولة تكأس مصر والبطولة الأهمة والأخوة هي البطولة الأفريقية مستمرين معك كابتن ميدو مع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وملعب الأهلي وأجواء خاصة وحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي لمباراة الأهلي ونجوم أعود لك كابتن ميدو وكل نجوم الستويل التحليم شكرا جدا لك يا كريم على زي التغطية المهازة دايما بصراحة كريم يعني أحمد دايما بيبقى عنده تغطية مهازة جدا لكل الأحداث ويلم كل الأحداث شكرا جدا يا كريم ودايما كده في تقدم الزميل كريم أحمد عايزة أكمل بقية الأخبار مع حضراتكم لتلك الأهلي صارت الفريق بداية من 27 ديسمبر قبل ما ننسى نشكر الكابتن محمد يوسف على دوره الكبير اللي قام به خلال فترة صعبة جدا اللي احنا شغالين فيها فترة كناة النادي الأهلي اهتز شوية أداءه فنيا ونتائجيا كمان في المباريات لكن محمد يوسف قدر أنه يرجع بالفريق بسرعة جدا وقدر أنه يلم الشامل ويرجع العيبة تاني الفورمة بتاعتها محمد يوسف لازم نوجه له شكرا محمد يوسف بعد المباراة الأخيرة أمام جيمة الأسيوبي كان أي مدير فني ممكن يطلع يقول أنا عملت العلية وتكلمه هو مبسوط كمان عملت العلية وصلت اللعيبة وضعه جوان كتير جدا وكان ممكن يرمي أحمال كتير على عناصر غيره لكن محمد يوسف كان طلع كأنه مغلوب الماتش أو خسران الماتش كان طلع زعلان جدا كان عايز يعمل نتيجة كبيرة جدا كان عايز اللعيبة تكون كلها عند حسن ظنه هو قبل ما يكون عند حسن ظن الجماهير علشان كده كان طلع زعلان قوي لكن أي مدير فني تاني لكن محمد يوسف أهلاوي الأهلي في دمه فعلا محمد يوسف وقفة هيوقفها أي أهلاوي صحيح لكن يتحمل محمد يوسف ووقف وقدر أنه هو يرد على كل الأسئلة اللي كانت بتدار في الفترة الأخيرة حول اهتزاز مستوى الأهلي الصفقات قدر أنه بصراحة هو كابتن سيد عبد الحفيز أنهم يلموا الموضوع بسرعة جدا ورجع الأهلي في مكانته الطبيعية كل التحية لكابتن الكبير محمد يوسف على هذه الفترة وإن شاء الله لغاية يوم 27 لما تولى لسارتي مهمته رسميا سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي بيقول المرحلة الحالية صعبة جدا ولا بد من التعامل مع ضغط المباريات كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم في هذا التصريح سيد عبد الحفيز مدير الكرة قال أنه من الطبيعي أن تكون التقطيع الإعلامية لمؤتمر لسارتي تتناسب مع الحدث لأنه سيتولى تدريب فريق بحجم النادي الأهلي أكيد أضاف أمامنا مرحلة صعبة ونسعى لتخطي هذه المرحلة الصعبة بداية من مباراة اليوم أمام النجوم إن شاء الله كنت نسايد مفيش حاجة صعبة عن نادي الأهلي طول ما فيه رجالة مخلصة داخل جدران هذه القلعة الكبيرة قال كمان التوفيق عامل مهم ونتمنى أن يكون حليفنا في الفترة المقبلة أكيد ولذلك نحن نسعى للعمل ونجتهد ونرى ما يحدث لنا مستقبلا لا توجد هناك مبررات لضغط المباريات وعلينا التعامل مع المواقف وعلى الجميع أن يثبت ذاته وقدراته لتجاوز هذه المرحلة كلام مهم جداً قلت لكم خلاص خبر تأجيب مبرات الأهلي وجيمة الأسيوبي إن شاء الله يوم الحد المقبل قلت لكم إنه هو كمان خبر كويس جداً أكيد محمد يوسف هيفرح بهذا الخبر عايز أقول لكم النهاردة يوم 17 من ديسمبر ذكرى تتويج النادي الأهلي الكبير ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه في بطولة تتذكرها جيداً أزهان عشاق المارد الأحمر تاني لكم الخبر تاني لأنه خبر أكيد مهم وأكيد ذكرى كلنا كنا سعداء جداً بالنادي الأهلي يتوج ببرونزية كأس العالم للأندية نفيش حد الحمد لله عملها أكومة المباراة الافتتاحية للبطولة بين أوكلند والأهلي وانتهت بفوز الفريق المصري بهدفين نظيفين حمل إمضاء الأنجولي فلافيو النجم الكبير وأيضاً النجم الكبير مع شوق الجماهير الأهلوية محمد أبو تريك ويفوز انترنسيونال على الأهلي 2 واحد في مباراة كي تكلكوا فاكرين هذه الأحداث قدم فيها الأهلي واحدة من أفضل عروض القروية إلا أن الحظ لم يحالفه في إدراك المزيد من الأهداف ليقدم أداء مشرفاً لمصر والعرب حصل الأهلي على المركز الثالث بعد تغلبه على كلوب أمريكا 2 واحد أكيد حضركم طبعاً تفتكروا الهدفين بعد أن خطف أبو تريكا نجم الفريق السابق الأضواء وقدم أداءاً رفيعاً وسجل هدفي فريقه ليتوج هدفاً البطولة برصيد ثلاث أهداف لو تفتكروا كان هيفوس كمان بأفضل لاعب لكن خلاص بوفارك هدف عن زميله فلافيو أبو تريكا كان ثلاث أهداف وفلافيو هدفين أي حد يتمنى أنه هو يكون أهلاوي أبطال الفيديا أبطال العرب أجلات العرب أرسال الفريق الأخمار هفترح يا أهلي هل عبطي أهلي هل في المطيان حقيقة بالنعمة يا فريق نعمة بركون الأهداوي هي نعمة إنتادي أهليك الفريق أبو الفريق أبو سيدي أعصار قول الأهلي والتعرضان عليه عليه أهليك الأهل الكبير الأهل العظيم الأهل الكيام الأهل الرمز الأهل العظيم الأهل الإسلام لا يستسلمون يرعبون لا يستسلمون يرعبون لآخر لحظات ولذلك دائما يفوزون بالحظة بالحظة الآن أعتقد أكثر في روح الفن الحمرة في بركات القنيس الأحمر في أسطورة في أسطورة في أسطورة أعطي أهل العظيم أعطي أهل العظيم في أسطورة في أسطورة في أسطورة في أسطورة أهل العظيم موسيقى 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 كل حاجة تخليك تفتخر ان انت اهلاوي دي كواليس وصول النادي الاهلي لمباراة الاهلي والنجوم اللي تقام ان شاء الله في السابعة بعد قليل بإذن الله تعالوا الله سمين لو جرافيك المباراة جاهز فتح هذه المباراة المؤجرة من الاسبوع الاثناشر الاهلي والنجوم يلا يلا نشوف الجرافيكس مع بعض الاهلي والنجوم ان شاء الله في السابعة مساء بعد قليل ده جد والترتيب الدوري المصري الى الان طبعا لسه الاهلي عندهم اجلات كبيرة جدا الزمالك في المركز الاول لعب 14 مباراة برصيد 35 نقطة وبرامدز في المركز الثاني 29 نقطة المقصة في المركز الثالث 26 نقطة والانتاج في المركز الرابع والمقاولون في المركز الخامس سموحة في المركز السادس وطلاع الجيش في المركز السابع والاهلي في المركز السامن برصيد 20 نقطة وله 4 مباراة مؤجلة والاتحاد السكنداري 4 مباراة عشان يوصل الانتاج الزمالك في المركز الاول الاتحاد في المركز التاسع حرس الحدود في المركز العاشر والدخلية في المركز الحداشر المصري في المركز الاثناشر والنجوم في المركز الثلاتاشر لعب لها النجل الآيال نهاردة عندها 17 نقطة دجلة في المركز الاربعتاشر 16 نقطة والجونة مركز الخامسطاشر 16 نقطة أيضا امبي في المركز الستاشر 15 نقطة وبتروجيت في المركز السبعتاشر والإسماعيلي في المركز الثلاتاشر برصيد 13 نقطة هدفين الدوري شملس ده محمود علاء من الزمالك 8 أهداف حسام سلامة من الدخلية 8 أهداف وأحمد عليم قلين عرب 7 أهداف ومحمود كهربا من الزمالك 7 أهداف حسام بقول له يعني يا جماعة حسام سلامة ده اسم غريب عنها شوية يوسف أوباما من الزمالك 6 أهداف شملس بيكلي من بتروجيت 7 أهداف وجون أنتوي من مصر المقصة 6 أهداف وإبراهيم آنضاي ودي دجلة 6 أهداف محمد رجب من إنتاج الحرب 6 أهداف وماركو سكينو برامز 6 أهداف دي مشوار الأهلي في بطولة الدوري أمام حضراتكم الأهلي والإسماعيلي كان واحد واحد المصري والأهلي 2 للأهلي الأهلي وديجلة 1-0 حرس الحدود الأهلي 2-0 الأهلي والإنتاج الحربي 0-0 كانت أول خسارة أمام نادل التحاد أربع هداف مقابل 3 والأهلي والمقرون العرب تاني خسارة من المقرون العرب 1-0 الأهلي وبترجدت 1-0 لنادي الأهلي الأهلي والجونة 2-1 والأهلي وطلائع الجيش 2-0 ده مشوار النجوم في الدوري النجوم وطلائع الجيش 0-0 سموحة والنجوم 0-0 النجوم والمقرون العرب خسارة 2-0 الزمالك والنجوم 1-0 والنجوم والإسماعيلي 0-0 والمصري والنجوم خسارة أخرى للنجوم خمس أهداف مقابل 3 والنجوم ودجلة خسارة أخرى أيضا واحد دجلة لشيء النجوم وحرس الحدود والنجوم خسارة أيضا هدف لشيء النجوم والإنتاج خسارة أمام الانتاج بهدف لشيء والنجوم والداخلية مكسب جديد للنجوم هدفين مقابل هدف والنجوم والجونة صفر صفر النجوم بتروجت تلاتة اتنين للنجوم تحت السكنداري والنجوم اتنين صفر كانت تفرع عملها النجوم ورجع تاني أمام مصر المقصة بيخسر بعدفين مقابل لشيء وخسر أمام بيرامتز أيضا بعدفين مقابل لشيء امبي والنجوم ودي كانت آخر مباراة أعتقد واحد واحد جدول ترتيب الفريقين الأهل اللاعب عشر مباراة في المركز السامن ست فوز اتنين تعادل اتنين هزيمة سبع أهداف وعشرين نقطة النجوم في المركز السالس عشر ستاشر مباراة حفوا فوز أربعة تعادل خمسة هزيمة سبعة عليه ست أهداف ونقاط سبعتاشر هدف دي كانت إحصايات أمام حضراتكو لو في إحصايات تانية سامير جاهز هلنا يلا لكن المباراة أعتقد يلا نرجع تاني نشوف إحصايات توقيت أهداف الأهلي في الدوري من أول ديئة لخمستاشر ديئة هدفين وقع هدفين من ديئة ستاشر لديئة خمسة وتلاتين أيضا وقع هدفين من ديئة خمسة وتلاتين لخمسة واربعين مواقع هدف من ديئة ستة وأربعين لستين لم يسجل الأهلي الجديدة دي ومن الدقيقة واحدة وستين لخمسة وسبعين خمس أهداف أعتقد أن ده أعلى مهدل تهديفي للنادي الأهلي هذا الموسم من ديئة واحدة وستين ديئة خمسة وسبعين ومن ديئة خمسة وسبعين ديئة تسعين هدفين وبلاس تسعين المشهور بها النادي الأهلي جدا هدفين دي كانت أهم الإحصائيات اللي أعرضناها لحضراتكو يعني فيه إحصائيات تاني يلا ماشي يعني فريد العدد بتاعنا ما شاء الله ده توقيت أهداف النجوم في الدوري العام من دياء الأولى لدياء 15 هدف من دياء 16 لدياء 30 هدف ومن دياء 31 لدياء 45 هدف ومن دياء 46 لدياء 60 هدفين ومن دياء 61 لـ 75 أربع أهداف برضو نفس فترة الأهل لكن الأهلي خمس أهداف من دياء 75 لـ 90 أربع أهداف يعني عندهم معدل تهديف عالي في الدقائق الأخيرة من المباريات يا محمد يا يوسف نشوف الحكام حكام مباراة اليوم الحكم الدولي محمود عشور حكم الساحة يعانونه شريف عبد الله وعمر فتحي وعمر عمر جلال حكما رابعا محمد صابر وإبراهيم محجوب حكما أو حكام إضافيين دي كانت أهم إحصائياتنا الفريل إعداد حدرهارنا شكرا جدا نروح بقى الفاصل عشان نستقبل بيوفنا الكرام بالكلام عن هذه المباراة والحديث الفنية عن هذه المباراة مرات الأهلي والنجوم محمد يوسف وأحمد سامي نستقبل بيوف الكرام الكابتن الكبير إبراهيم عبدالصمد والكابتن الكبير محمد حشيش والنجم أحمد بلال استنونا بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة 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 كابتن اشتركوا في القناة 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 فيها فنيا وقلت كمان نتائجيا كمان في المباريات وخسر المباراة لكن بعد كده الفريق استعد السقو نوعا ما حصل ثلاث نقاط وكمان في أفريقيا كمان كسب اول مباراة او الشوت الاول للماتش الافريقي شايف محمد يوسف ازاي الفترة دي وشايف انه فعلا تحمل المسئوليات كبيرة جدا فترة كت صعبة جدا عدلالي عشان ان يديره حق نوعا ما بص ما في الشك فترة صعبة جدا بالنسبة لكابتن لكابتن محمد يوسف اي مدير فني دي يجي بعد اخفاقات وبيتولى المسئولية خاصة في نادي كبير هو كل تركيز بتاعه انه يحصل الثلاث نقاط في كل الموراة تبقى مهمة صعبة جدا مهمة صعبة جدا فيها تحديات كتيرة جدا عايز تكسب عايز تغير تشكيل جمهور مش راضي عنك السوشيال ميديا بتتكلم بشكل كبير جدا عندك مسئولية تحطت فيها تمام مسئولية كبيرة جدا 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 عليك وعلى كل تغيير وكل تشكيل بتحطوا ده محسب عليه كمدير فني في الوقت الحالي عشان نتكلم كبديل احنا نتكلم كمدير فني خلاص انت أصبح عندك المسئولية تبقى عندك المسئولية تبقى عندك كابتن محمد يوسف تمام تبقى عندك ما تحطت في المسئولية دي خلاص يبقى انت كلفت بها يبقى انت لازم تكون قد المهمة دي تمام تمام تمدير فني نادي الاهلي لعب يمكن اربع خمس مباراة المباراة الأولى نادي لالي اتغلب فيها وكانت دي أسوأ مباراة طبعا وكان وضع طبيعي فلس أنت كمدير فاني حتى ولكنت تشتغل أسست مع المدير الفاني لابلي فأنت بتيجي بفكرك أنت المختلف بتيجي بقناعاتك أنت المختلفة أيام مديرين فاني يشتغلوا مساعدين بعد كده لما تدوا يشتغلوا مداربين أصبح لهم فكرة مختلفة تمام وده طبيعي جدا أنت كمدير فاني مساعد مهمتك الأساسية أو مهمتك الرئاسية أنت بتدلي بالمشورة والاستشارة للمدير الفاني والنهاردة لما كابتن يوسف جيه في التوقيت الصعب جدا يغير في التشكيل يبدأ يشوف هو الرؤى الموجودة بالنسبة له يبدأ يحط لعيبة ما كانتش موجودة يدي رغبة عند بعض اللعيبة اللي ما كانتش بتشارك وكانش لها دور في النادي وابتدأ يديهم الحوافز أو الدوافع عشان يكونوا موجودين أجد محمد يوسف بنسبة 90% لقاب خمس مباريات كسب أربعة ثلاثة في الدورة المصري واحدة في البطولة الإفريقية واحدة كمان واتغلب واحدة في الدورة المصري لكن خليني أكلمك إضافة لكلام الكباتين على المباراة النهاردة مباراة برضو على كابتن يوسف طب أنا أخذك في الحتة دي أنا أكلم على يوسف برضو أنا أخذك حديث أكلم زي ما أنت عايز هل الدوافع أو طمحات يوسف هتختلف الفترة دي تحديدا لغاية تولي المسؤولية الفنية الرسمية لمارتن لسارتي شوف هو لك على حاجة النهاردة مباراة صعبة جدا بالنسبة لكابتن يوسف صعبة جدا بالنوجة نظر الشخصية بأتكلم من ناحية المعنوية نهاردة المدير الفني قاعد يتفرج عليك قاعد يتفرج على فكرك داخل الملعب زي ممكن يستعين بك بعد كده زي براعك مؤثر بالنسبة له تغييرات بتاعتك داخل الملعب قيادتك للمباراة النهاردة التوجيهات بتاعتك داخل المباراة نهاردة هتبقى الأسستم بتاع الرجل الموجود فطالما انت هتبقى صاحب المسؤولية دي هو بتفرج عليك من فوق فالنهاردة كل تغيير بيعملها التشكيل اللي بيحطه تبدلات التوجيهات محسوبة أنا بكلم معنويا كمان تمام على كابتن محمد يوسف بنسبة لمدير الفني الكديم القناعات اللي هتبقى موجودة من فوق مع مستر لازارتي من فوق أو لسارتي من فوق على كابتن محمد يوسف والتقييم بتاعه ازينا هقدر استعين بالراجل ده اللي هو هيبقى الأسستم بتاعي بعد كده التغييرات بتاعته التوفيق بتاعه التشكيل بتاعه امتى هيغير امتى هيلاعب الفرق امتى هيبتدي يعني طريقته في اللعب نفسها بيشتغل ازاي في الناحة الجمية بيشتغل ازاي في الناحة الدفاعية تغيير اللي مدهولي برضو شكله ايه على أرض أولا بتفرج فالنهاردة موورة صعبة دائماً انا بقول ان الراجل مصمم على استكمال الطريقة اللي هو متباحة ان هو معتمد احمد سامي معتمد على الناشئين اصدك على احمد سامي ولا اصدك على الرئيس الناحة معتمد على مجموعة الناشئين اللي مبينين في الناحة وهم يبدون بالحقيقة مجموعة ممتازة من الناشئين هم محتاجين للخبرة بتاعت تطعيم الفريب بالخبرات يعني محتاجين في انار اتنين لعيبة على الاقل يسندوا الفريق محتاج اسست لان برضو صلاح امين ما بيجلوش الكوى الكتير اللي ممكن يحرز بها اهداف وبالتالي تلاقي الاهداف قليلة بتاعت النجوم جميل لأولاق المساعدة من زمناته من زميله انهم يدولوا كوى كتير اكيد حيب للنجوم شكل تاني في الضوء التاني وانا دايماً بقول الولاد دي لما حيكتسبوا خبرة في الضوء الاول ان شاء الله حيب شكلهم في الضوء التاني كويس جدا لانهم يمتلكوا كل حاجة في الكوى المهارات الاسسية الانتشار اللعب من على الجناب كل المقاومات الاسسية اللعب كوة القدر عندهم انهم يحتاجين بس ان رجلهم تبقى قوية في الملعب وخبرات وخبرات الدول الممتازح لها الضوء التاني انا بقول حيبقى لهم شكل تاني اخر وان شاء الله بإذن الله مش هيبقوا من ضمن الهربين ان شاء الله بإذن الله ما تمناش تحمي الشخصية كويسة ومدرب كويس ليتو محبط انا مكلمش عامل سي انا نتكلم عليه هنتكلم عن لسه لسه فيه لسه لوقت طويل قبل ما اروح لكابتن كبير كابتن محمد حشيش تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن هذه المباراة ونرجع نستكمل الحديث عن اهم الامور الفنية فيها اعلن بحضراتكم من جديد مستمرين معاكم للتغطية الفنية على هذه المباراة المباراة الهمة جدا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم كل المباراة خلاص مباراة هما مباراة كؤوس كابتن حشيش كنت اسألت بلال محمد يوسف الفترة دي لغاية يوم 27 طمحاته اهدافه ودوافعة تتغير لغاية تولي المسئولية الفنية الرسمية لمارتن لسارتي ولا ممكن يبص برضو الاداء الفني ولا سلاس نقاطة يبقى هما الهم الأكبر والوحيد لمحمد يوسف بصاميده هو يعني الحمد لله يوسف في الفترة اللي فاتت أدى المهمة بنجاح خلال المباراة اللي هو في السكة اللي واحبوب طبعا مباراة المؤمن العرب أول مباراة في المؤجلات بعد طبعا الخروج من البطول العربية وكذا اه تخلي بالك ما فيش وقت كمان يا كابتن حشيش طبعا طبعا هو كمان عنده مشكلة كبيرة هو ما بيختارش التشكيل اللي هو عايزه هو بيتحطله أسماء بعد مرتشين المصابين اللي هما كل مباراة بيطلع بمصابين زيادة على المصابين اللي موجودين فهو عنده مجموعة من العيبة ما بيختارهاش هو هو اللي مفروضين عليه وموجودين تمان وعنده مشكلة كمان ان انت كل مباراة بتلعب بتشكيل يا كابتن إبراهيم مختلف ده اجباري تشكيل اجباري فدي ما بتديش تجانس للفريق بالزبط كل مرة يطلع احد ما كانش بيلعب الفترة اللي فاتت يلعب ممكن يلعب ماتش وتلاقي الماتش اللي بعده تشكيل مختلف فبندلوش التجانس اللي يقدر يبني عليه حلاوة أداء أو أداء فبرضو هو معزور فأعتقد انه هو أهمه الأكبر عشان يسلم المسئولية كاملة هو طبعا هيبقى مسئول مع الراجل الخواني بس ما بتكون الراجل التاني غير ما بتبقى الأول بالزبط الأول هو اللي متحمل نتيجة المباريات كلها ونتيجة التشكيل وهو اللي بحط التشكيل وبيفكر فأعتقد ان يوسف هو كل همه التلاتة بنت بغض النظر عن الأداء الحلو هو إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة اللي جاية أتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون على قد المسئولية هو دائما كده الصورة كاملة للمدرب الأجنب لأنه برضو المدرب من خلال الفترة الأوليلة دي مش هيلحق برضو وحط إيده على مستوى كل لعيب موجود فأعتقد أن يوسف هيبقى له دور كبير جدا في نقل الصورة وتقييم اللعيبة اللي هتتنقل ده كمان زي مابلال قال هتبقى يعني الراجل شايف الصورة عملية قدامه في الملعب طبعا فالراجل مش هيلحق حتى لو هو يعني عنده خبرات وعنده دراية كاملة إنما هو مش هيقدر الخواجة يعني يبص أو يقايم يا بلال كل لعيب مزبوط لأن الفترة ديئة فهيحتاج طبعا التقارير المهمة جدا وطبعا الأمانة هنا موجودة طبعا أو هتبقى إن شاء الله موجودة بالنسبة لمحمد يوسف في نقل التقييم ده للمدرب أكيد محمد يوسف قبل مروح لبلال كابتان حجيش محمد يوسف تولى مسؤولية المدرب العام يوسف مدير فني ناجح يشتغل في كذا دولة وكان ناجح فيها جدا الشهر في دول مصر وكان ناجح فيه جدا وتولى المسؤولية الفنية كمدرب عام بعد كده قاد الفريق في الفترة اللي إحنا فيها كمدير فني وماشي برضو كويس جدا بعد كده يبقى مدرب عام ده يديك انتباع إيه عن يوسف يوسف ابن من أبناء النادي الأهلي متواجد في أي مكان ما يبصش بقى لأن أنا كنت مدير فني فترة من الفترات ممكن أبقى مساعد مدرب أو مدرب عام بصش القصة دي خالص فبصش لمصلحة النادي الأهلي في المقام الأول شفناه فترة من الفترات كان مدرب عام وقائم بالأعمال كمان في مدير الكورة فهو في أي مكان تحط فيه يوسف بصراحة أدى أداء كويس وكان على مستوى المسؤولية فهو مبصش للحتة دي هو مبص دلوقتي لأن القافلة تسير زي ما بقولوا وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يطلع من فترة عدم الاستقرار ده إن شاء الله بإذن الله اللي هي أعتقد أنها خلاص الرابط أن يبقى فيه استقرار إن شاء الله في نادي الأهلي وفي الجهاز اللي موجود لاختيار السليم من مجلس اللي دار الاختيار مدرب كوفق زي دي اللي النهاردة من كلامه اللي شفناه تحس أنه مدرب يعني وعد وعنده فكره وصاحب تجاره كبيرة بيكتشف كمان النجوم وبيكتشف المستوات الكويسة اللي هي إن شاء الله تصلح لأنها تكون موجودة في النادي الأهلي فأعتقد إن شاء الله بإذن الله بعد ما ياخد فرصته ويبقى موجود كده إن شاء الله فيه على يناير الدنيا هتكون اختلفة بإذن الله يا رب إن شاء الله كابتن مراهيم لقطات أرشفية لحضرتك والمديل الفني الجديد طبعا معاكو كابتن سامير كابتن سيد عبد الحفيظ مش عايزة أنسى أسماء حد يعني كان بيشوف أرض الملعب بإنتباعه عن أرض الملعب بإنتباعه أو إيه الكلام اللي دور لا هو كل اللي كان هام وعايزي شوف المبنى الجديد المبنى الجديد كان في الجهة المقابلة أنا كنت أرى حسلم على الكابتن سيد والكابتن محمد وأشهد من الزيوم دايما اللعيبة للأدام بيحبوا في الأوقات الصعبة أنا أحسني فيه أوقات صعبة الإصابات أكيد كابتن تورو فراحين نؤازر سيد ومحمد في القصة فقالوا لي هما في المبنى المقابلة بيشوف الإعوض وحصل فيها إيه والتقدم اللي فيها إيه واللما ييجي حيبقى إيه وبعدين بيشوف أرضية الملعب بيسأل بيسأل على كل حاجة على فكرة يعني وأنا واقف بيسأل على كل حاجة حتى خدني خدني هو المترجم سيد عبد الحفيظ قال له ده الكابتن إبراهيم ده المدرب كان المدرب بتاعي وخيره علي فبيسألني سيد عبد الحفيظ كان لعيب كويس فقالتني لا ده كان لعيب كويس أوي كان لعيب كويس أوي ولاعب ما شاء الله فريق أول وكان مرشح المتخب يعني عاد ظريف المدرب الجديد نتمنى له كل توفيق عشان كده كان الصراع موجود أنا معهم في المقابلة تمام تمام كابتن بلال الأهلي النهاردة جديدة ومؤثرة جدا أو لهم لك تكتبهم عندك مؤمن زكريا عندك وليد أزارو بصوا جماعة الأسماء اللي كانت غايبة عن مبارات الناد الأهلي في الجولة الأفريقية الأولى مؤمن زكريا وليد أزارو أحمد علاء والشناوي والشيخ وباسم علي وأحمد حمدي أسماء السبعة دول انضموا لقايمة الأهلي لأوليالكو دلوقتي حالا نشان محمد وإسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا وليد أزارو أيمن أشرف علي لطفي وعمر السلية وأحمد علاء وكريم ندفد مران محسن محمد الشناوي وأحمد الشيخ وباسم علي وميد وجابر ومحمد هاني وناصر ماهر وأحمد حمدي وسليف كليبالي ومحمد شريف سبع أسماء كابتن بلال مؤثرة جدا في أي فريق كان مفتقده من ناد الأهلي في المباراة السابقة طبعا الأسماء اللي بتتكلم عليها والأسماء اللي تكلمت أسماء كبيرة جدا أسماء لها ثقل يعني تتاقل أي فرقة طبعا أظهروا كمهاجم موجود النهاردة ممكن يكون موجود في التشكيل الأساسي كمان مع 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 ماروان ممكن بقاله ماتشين فيه بسجل أهداف بيقدر بشكل كواس جدا النهاردة برضو انضمام أظهروا أحمد علاء النهاردة من يحل لك برضو مشكلة أنك تلعب هاني وأنك تلعب الزب الزب أو أيمد أرشب يحل لك الحتة دي النهاردة مكانه الطبيعي فأنت ما مشايب عندك النهاردة مشكلة في حتة السنتر باكس النهاردة للموجودين خلاص موجود أحمد علاء وممكن موجود ساليف كوليباول اللي الاتنين بيجويد في الحتة دي المراكز بتاعتهم الشناوي برضو في كلام برضو هل الشناوي ممكن يلعب النهاردة لا ممكن ما يلعبش برضو في قيلة وقال بس رجوعه أكيد فايدة طبعا طب انت من وجهة نظرك الفن الشناوي حارس مرمى منتخب مصر طلع عشان إصابة وكان كمان عنده بدلك شوية لما يرجع وهو سليم يلعب ولا يستنى بص أنا شو الفكرة مش موجود بص أنا شايف انه يعني الحارس لازم يلعب يعني الحارس اللي خرج عشان إصابة لازم يلعب دوه ده طبيعي لو هو المدير الفن شايف انه هو مؤهل انه يلعب مؤهل بدنيا خذنا لك وفنيا نهارضة عنك مدرب حراس مرمى تتاخد الريبورت منه تاخد التقرير منه بتتكلم على بتتناقش بتسأله هل النهاردة الشناوي جاهز كحارس مرمى كبير جاهز فنيا جاهز بدنيا كابت الحالة النفسية كمان لأن الحالة النفسية كمان للحارس المرمى مهمة جدا 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 فالنهاردة في مبارا زي كده ممكن يستعين بالشناوي مرة أخرى ويجعله استقام مرة تانية يبعد لنا اتنين حراس ممكن حتى يتبادلوا الاتنين الحراس الموجودين سواء زكان شريف الكرام والشناوي ممكن يتبادلوا حراسة المرمى للنادي الأهل الشيخ النهاردة بيعود برضو مرة تانية وهو برضو خارج القائمة الافريقية بيعود النهاردة لقائمة القائمة المحلية في الدور المحلي الشيخ برضو الفترة اللي فاتت ماشي بشكل تدريجي بشكل جيد لعب وقت كويس وقدر النهوة يحصل على راك للجزاء ولعب من اللعيبة اللي أنا بشوفها يعني الباكات رايت العصرية عفظة باكرة عصرية العفظة بيعمل كل حاجة في الكرة بدافع كويسة أوي وهاجم كويسة أوي بيختارق بيعمل ممكن يكون حظ وحش لأن المسافات اللي بيلعب بها متبعدة عارف دايما يا ميدو شل إصابات يعمل اعمل عارفك بص الإصابات حينا ما تحصل اللعيب إزاي ما بيلعبش وبييجي لعب مرة واحدة فتلاقي مثلا بيبزل مجود كبير جدا فبالثاني بيتعوى فدي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للعيبة كمان اللي هي أجسامها مش قوية يعني باسم اللعيبة برضو ميدو جسمه مش قوي العضلات بتاعته مش قوي قوي فممكن يبقى عرضة بشكل سريع للإصابة باسم علي عشان خلص كلام على باسم لعيب زي ما حضرتك قلت بموصفات عصرية لعيب هايل جدا لعيب كمان عربي فقالك بمين كالك بمسلا كافر قبلك لعب البرازيل لعيب عنده إمكانيات مهرية تلعيب في الحتة الهجومية تلعيب يكمل في الثمانتاشر كمان يا أحمد اللعيب دايما اللعيب عنده سرعات عالي قوي ببعرضه للإصابة أكتر بزبع زي ويداني ألف برشلونة دلوتي نفس برض نفس الستايل دايما بيقدر يسجل أهداف بيقدر يسجل أهداف فالنهاردة قائمة أحمد حمدي من اللعيبة الجيدة جدا 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 يعني يشتغل سواء على نفسه بشكل كبير ممكن يكونه مكانة في الأساسية مع النادي الأهلي أنا شاف لعيبة عنده إمكانيات جسمه كويس قوي معراته عالية جدا لعيب فكره عالي مدرسة النادي الأهلي يعني عنده شخصية النادي الأهلي ودي حاجة مهمة جدا بيفتقدها يعني لعيبة كتيرة ممكن تجيب لعيبة إمكانياته كبيرة جدا بس ما عنده شخصية النادي الأهلي نهاردة العيبة متربي في النادي الأهلي يعني عنده شخصية وهو كوالتي عالية جدا 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 تقدر لو هو اشتغل على نفسه بشكل كبير يقدر يكون له مكان أساسية في النادي الأهلي وحتى هو بالفنيات دي يا بلال لو أنت شايف أنه حتى ممكن يشتغل على نفسه أكتر لكنه حتى هو في الحالة دي كان أودينيز عايزه ولازال عايزه السنة اللي فاتت قبل ما كابتو حسن بدري يمشي كان بيلعبوا الماتشات الأخيرة لعيب كواس جدا كابتو حسن بدري طبعا لعيب يسمع بص هو نصر مهر يعمل لك ألا لعي فريق طبعا في لعيبة تقدر تسمع الفائر يا كابتو هو من اللعيبة دي اللي تقدر تغير سير المبرأة يقدر يسمع الفائر كمان بلال يعني تعقيد برضو طالما تكلمنا في الجزئية دي لو حقارن بينه وبين نصر مهر بلعبه تقريبا في نفس الحتة هو يمتلك التقلي في الملعب أكثر يعني أحمد عنده حتة انه بقتل على الكرة اللي هو دايما احنا بنتكلم عليها مع نصر مهر انه متسرع شوية يعني عايز يتقل وهدى على الكرة الحتة دي موجودة في أحمد حد عنده التقلي ده كابتو برايم وعنده الرؤية يعني دايما بيبقى الكرة تحت رجله وباصص للملعب كله أسازنا كابتو حشيش عشان حدا بتتكلم عفوا أتكلم بتتكلم في حاجة مهمة جدا المدرب الكويس يعني شاركنا كابتو بايم الحديث المدرب الكويس اللي هو ما ينفعش بقى عنده لعيبة كويس أوي ما يستغلهاش يقولك أصدابي يعني أنا ممكن أوزفه جورديولا طبعا اللي هو أعظم مدير فاني دلوات في العالم صحيح بالأرقام مفيش عنده حاجة سمه ما يستغلش لعيب مفعش إن أنا لو شوف تفاكري دي براين كان ماشي من تشلسي ورجع جابه بقى حسن لعيب في الدولة الإنجليز بقى لك اسمه السريع دارة خمع عشرة البابسي رخم عشرة بتاع منتخب انجلترا برضو جاي من ليفربول تقريبا أو تقريبا لبعا لحش مر نحش مر نحش مر شفاكري مينو عارة خمع عشرة لعب له صير السريع قوي بتاع سيتي اسمه مش حضرني بس جابوا برضو عمل منه ولعبه السنة اللي فاتتو ادالو كتير جدا بقى هدفين الفرعة يعني عارف مدرب بيقدر يخرج كل الامكانات اللي موجودة عند اللعيبة هو دا النهاية انت في الجزئية دي يعني طالما بتلعب يا كابتن إبراهيم باثنين ديفندرات طالما تلعب باثنين أصحاب مهارات قدامهم يعني ايه المشكلة انك تلعب مثلا احمد حندي وناصر ماهر رحيم استيرليق اه استيرليق رحيم استيرليق فلما تلعب باثنين ديفندرات بقى وقفين اه 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 العب باثنين أصحاب مهارات قدامهم واحد زي ناصر واحد زي احمد حمدي لأن دي مهمة جدا جدا انك تلاقي برضو ناس بتعمل فارق بالزبط 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 بيخلق بالساحة انت مش كل حاجة بتلعب اللعب اللي دايرك فينفع معك خصوصا اما تكون فيه تقفيل وفيه تكتل دفاعي ما ينفعش ان انت بتدور الكرة تقدر تدور من الشمال لليمين وتعكس مش هتقدر تعمل اختراقات اللعيبة دي اللي هتعمل الفارق وتعمل اختراقات عندي استروا بس اللي في حالة داير عندي حاجة مهمة جدا انت كمدير فني تقدر تخلي اللعيب يدفع كويسا يعني انا كمدير فني النهاردة اقدر اديك امكانات دفاعية لكن مش اقدر اديك امكانات مهرية يعني دايما البحث في الكرة عن اللعيب اللي عنده المهارات اللعيب اللي عنده الامكانات المهرية اللعيب اللي عنده الحلول لكن حتة ان انا اوظف لك حتة دفاعي دي سهلة جدا عن مدير فني سهلة جدا وتكتكي وقفك وتاجم ازاي اتحرك في الحتة دي اعمل البرس في الحتة دي في التوقيت ده سهلة جدا اعمل بسهل ان انت عندك مهارات لكن صعب جدا ان اعلم واحد حتة المهارية ازاي عدي ازاي مسلا ازاي اخترق حاجاتي بتبقى صعبة جداً لعيب اللي عندها الحلول بتبقى مهمة جداً أصحاب المهارات بتبقى أرقام عالية جداً غير المدافعين حتى ولوصلوا لمستويات عالية مصر كابتن الفرقة الكبيرة دايماً المتميزة يعني فرشلوناك المتميزة إمتى لما كان عنده 200 فلدرز لعيب الكرة جامدين جداً يعني نياستا وجابي كانوا اتنين متميزين جداً برغم أن هم دفاعياً مش عايز أقولك وحشين وجناء دفاعين بيقفوا صح و بيدغطوا صح و انت بتمتكلم في importance الحقيقة نفس الموضوع.. الكورة الحديثة بلال كابتن برايم أكبر الحشيش كورة حديثة مفاخش ان انا ابقى مدافع مدافع اللي هو زي زمان بقى.. يقول لك ايه بلال مدافع اليه الدلواتِ فيه مش عاف تتفق معالك فيه الدلواتِ الكاسرى العدافة منطقت الكورة اللي هو اطعها طعها طعا وله هو بيبدو nich كل المدربين دلواتة العربية الدفاع بتفكرة بالله انا بدافع ازاي مش بدفع بمين بالضبط. هي الفكرة انا بدافع ازاي. مش بدافع الول اللي انا هدافع فيه. مش الشخص نفسه. اصلا وانت بتلعب يعني لو خدنا جنب من الاجناب واشتغلنا معه. الباك اليمين ساعت بيطلع يعمل اوورلاب ونص الملعب يستنى. فلازم نص الملعب بتاع الجبهة اليمين لازم يبقى يجيد الدفاع. في حالة ان المدافع بروح يعمل الواجبات الهجومية بتاعته. بيبقى تحتية. بس ساعة الهجمة المتدة. لازم هو بيقوم مقام الباك اليمين. بيجيت ايوة الواجبات المركز اللي هو ازاي زي مبلال بيقول ازاي افاهمهم مفهوم الدفاع. مش ان انا اخليك مدافع. وبعدين انت فيه تغريم مراكز في كل الوقت. انت بتاخد المكان المناسب للرجل اللي معك ورا. فبالتالي اجباري بتغرر مكانك. وفيه واحد تاني بياخد مكانك. فانتو الكلام اللي انتو قدوكم بتقولوه. اه لازم يلعب في المكان ده ويلعب في المكان ده ويلعب في المكان ده ويجيد فيه. لانه في وقت ملاقات في المباراة. لازم هيبقى موجود في المكان ده. يبقى لازم بيقوم بالمهام. بعد انتو بتكلموا على الناحة الدفاعية. الناس اللي ما بتدفعش دلوات ما ينفعش تلعب كور. لازم تكون بتاعف تدافع. كل الفرق العالمية بتلاقي الناس كلها. بتاعف تدافع كفكر مدرب بالتمركز الدفاعي. مش انت لعيب مدافع. لان المدرب قلت لك هندفع ازاي هندفع الكتل هندفع مع المعاية هندفع التنات هندفع. مبارح ماتش ليفربولو منشستر. اللي كان على وثيرة واحدة اول ما اتعمل التغيير بتاع شاكيري. ونزل وطلع الراجل كايتا اللي هو المدافع شوية. اللي بيميل لحتة الدفاع شوية. شكل اللعب بتغير. شكل اللعب بتغير تمام. في سروباس في كورة بتتلعب سريعة. في ترئيصة بتعمل مساحة. الشكل يعني اصحاب المهارات هم اللي بيعملوا الفرق في كل حاجة. يا كاب دايما مين للنزل شاكيري عشان يعمل ايه؟ المدرب. المدرب هو المدرب كل حاجة في الكورة. صراحة. مدرب زي بقول بلال لما يكون عندك لعيبة عندها مهارات. انت بتساهل للمدرب حاجاتي جدا. وانت عندك لعيبة في مصر او ما مش في نادل اهلي. نادل اهلي كله مهارات. عشان كده بنستغرب. لكن خلان ندخل في دماغة احمد سامي يا كابتن ابراهيم. احمد سامي كان لعب مباراة قدام بيرامدز. مباراة دفاعية ببحتة. وهو طلع يتكلم معي بعد المباراة. قال انا كنت دفاعي وقلت اللعبة هندفع بس. ومستاني اي فرصة جيب منها جون. لان انا عارف امكانيات لعب بيرامدز وعارف امكانيات لعبتي. هل ممكن النهاردة يطبق نفس فكره ونفس اسلوبه؟ دماغة يكون فيها ايه النهاردة بصفتك؟ يعني حد من النجوم؟ صعب جدا تدافع السعونس. صعب جدا اكيد هيحصل فيه هفوات وغلطات. صعب جدا. وده اللي حصل في ماتش ال بيرامدز. ما ترضايش تطالب اللعيبة انهم يتكتلوا في نص ملعبهم ويدفعوا بس. ما ينفعش. ويدفع عشان يعمل كونتر اتاك بيعمل صعب. ممكن تعمل بس هو ما عملش ولا كونتر اتاك في ماتش ده. وبالتالي لازم يحصل هفوات وانت بتدافع. وخاصة الفرد بيرامدز بتتمتع بالمهارات العالية جدا عندهم مجموعة من اللعيبة بيتمتعوا بالمهارات عالية جدا. وبيعرفوا يخلقوا من انصاف الفرص فرص يعني. فيبقى ان انت تلعب قدام يعني مع بيرامدز او مع النادي الاهلي او الفرق المتقدمة زبالك. الكلام ده تعمل مدافع الساعة ونص صعب جدا. لازم حتستقبل اهداف مية المية. لازم يبقى عندك حل بديل ان انت مثلا تبقى معتمد على الكونتر اتاك لازم تعتبر على الهجمة المضادة. يبقى في حاجة تانية انت بتقولها للعيبة اول مثلا ما لمتالكوا الكورة. يبقى لازم نروح لنص ملعب الخصمة عشان نعمل هجمة مرتدة. انما في ماتش بيرامز اللي احنا شفناه. ما كانش فيه ولا هجمة مرتدة ولا هدد الجنب بتاع بيرامز. فلازم اذا كان هو بيدور على انه يتعادل او ممكن يكسب. فلازم يبقى عنده حاجة بديلة للدفاع المتكتل في نص ملعبه. لازم يبقى فيه انه بيقول للعيبة انت هتعمل الوجب الهجومي لما نعمل من ناحية اليمين. الجنب ده لما يهاجم يبقى الجنب ده هو اللي حيدافع عشان يبقى فيه كصة عددية في نص الملعب. لما يحصل النادي المنافس يمتلك الكورة ويبتد يعمل الهجمة المتادة. لازم يبقى فيه واجبات سواء هجومية او يعني الناحية الشمال هي اللي بتهاجم. يبقى الناحية اليمين لازم تتماكز في نص الملعب عشان تعمل الناحية الدفاعية في حالة فقدان الكورة في نص ملعب الخصم. فإنما ساعة ونص صعب جدا ان يدافع ساعة ونص صعب. اكيد اكيد يعني احمد سامي لما بيفكر ان هو بيلعب ماتش كبيرة يا كابتن حشيش بيفكر اول حاجة هو تفكيره هو واضح وصريح. هو قال لي انا بيفكر مع الفرقة الكبيرة ان انا لعب دفاع. زي ما كابتن براين بيقولها هيدفع الوقت كله ساعة ونصها اكيدها تستقبل اهداف. هو احمد سامي طبعا من المدربين الكويسين اللي عامل مدارات كويسة وعامل شكل كويس للفرقة بتاعته. اعتقد ما بيلعب مع الفرقة الكبيرة هو بيعرف يلعب ازاي بيعرف الفرقة الكبيرة كويسة. اعتقد ان هو اول حاجة هيفكر فيها قدام النادي الاهلي ان هو يمتلك نص الملعب ويعمل استحواس في نص الملعب كويس اوي. يدي ثقة للاعبته بتلعب قدام النادي الاهلي. واي حد بيلعب قدام النادي الاهلي مهما كان بيبقى مخدود لانه عارف انه بلعب النادي الاهلي. فلازم عن طريق الاستحواز في نص الملعب وتبرير الكرة وتضيور الكرة ممكن لعبته تاخد الثقة. اعتقد ان هو هيدغط على مفاتيح النادي الاهلي. بس يعني الفكرة بقى بيضغط من اين؟ هيدغط من قدام ولا من تلت ملعب اعتقد ان هو ممكن يضغط من تلت الملعب عشان يبقى المساحات قريبة. بالنسبة للعيبة. بردو لان بردو حسن او عارف متأكد ان فيه في النادي الاهلي ناس اصحاب معارة. فاعتقد ان هو ممكن يقفل نص الملعب كويس بيتمنى طبعا. ويبقى الهدف بتاعه الاساسي ان هو المر الوقت بيه على الاقل الشيط الاولاية متخلش اهداف. لان لو دخل فيه جون هو مطالب ان هو يغير سيناريو المباراة بتاعته. فاعتقد ان هو عارف ان النادي الاهلي بيلعب مباراة كؤوس. بيلعب على التلاتة بنتق من البداية. الاستراتيجية بتاعته هتبقى التأفيل والتغطية الكويسة على مفاتيح اللعب والضغط على اللعب النادي الاهلي. وعلى حسب بقى سير المباراة. احمد سامي برضو خلينا احمد احمد دايما ما باعتمدش على النجوم عنده. وباعتمد على المجموعة كلها مجموعة العامة كلها. اعز اقولك برضو قائمة النجوم لمواجهة الاهلي. كابتن حيش احمد سعد ومحمد الحضر محمود فتح الله ومنجاو احمد جمال احمد ربيع صلاح امين ونادر الطويلة مهاب ياسر ومايكل وعمر وعماد محمود عبد الحليم حليم واحمد سعيد. احمد اسلام الفار محمد همام مصطفى جميل كريم فؤاد واحمد شرويدة. تلاقي الاسماء يعني محترامي طبعا الكبير لفريق النجوم لكن مش فريق فيه نجوم كثير. فريق باعتمد على مجموعة عامل واحدة بيشكل احمد سامي على دماء وكابتن ابراهيم قال مجموعة دفاعية هتدفع منين هنقابل منين هنضغط على نادي الاهلي من فين. هنهاجم نادي الاهلي هنهاجمه ازاي. خاصة النواة كمان عارف ان النادي الاهلي راجع له زي ما قلت البلال سبع عناصر مؤثرين جدا. هو طبعا من من الشكل فريق النجوم وما كلهم ولاد صغيرة لسه مفهومش يعني حد يعني لسه اسمه كبير يعني. باستثناء طبعا عناصر الخبرة اللي هي متبثلة في صلاح امين وشرويدة. هو دول اللي بيعملوا الفارق في يعني شوفنا صلاح امين في مباراة زمالك. زمالك احرز هدف روعة من خبرة يعني خلاصة خبرة السنين بالنسبة له. بيعرف ازاي يخطف فيه الثمنتاشر عنده خبرات هداف بالفترة. فصلاح امين يعني من الحاجات اللي لازم النادي الاهلي والمساكين يركزوا معاه اولا انه هو بيخطف الاهداف. باية الفرقة زي بقولك بيعتبدوا على اللاقة البدنية انا شكتهم في المباراة الاخرانية مع امبيا بلال. كم جاري غير عادي لغاية اخر لحظة. عناصر طبعا صغيرة عندهم اللاقة البدنية عالية. فاعتقد ان النادي الاهلي لازم يستغل الضغط والخبرات من البداية ان شاء الله يحرز هدفه. مشكلة النادي الاهلي هي في احراز الهدف الاولين. انا كنت اسأل السؤال ده لبلال فرص الضيعة الكتير اوي اللي تكلمنا فيها. المنتش اللي فاتي بلال كنت سمعكم تتكلمه في فرص الضيعة. فرص ضيعة كتير جدا. وما تعرفش تقول هل ده رعونة؟ هل ده سوء توفيق؟ هل ده عدم اتقان لاستغلال الفرص؟ انا مش عارف اصنافها بصراحة لكن كلنا استغربنا ان في فرص ضيعة بالشكل السهل ده. اه طبعا يمكن نوعية تضييع الفرص نوعين. اما انت ما بتشتغلش على الفرصة في شكل كويس. انت قلت كده اما في رعوانة. او في رعوانة منك انت ازاي بتشتغل على الكورة. يعني مثلا انا ودي التصنيف داخل المباراية. قلت ان انا الكورة بتاعت ميدو جابر فايروانة شوية. فسوء استخدال الفرص. النهاردة لما اكون انا انفراد بالجول على رجل الشمال. عندي الزاوية مفتوحة وعندي الجول. وعندي زميل. وزبط وعندي زميل لنا حتى لو انا. يعني التارجت بتاع ان انا احطها في الجول. يبانا لازم باشوف كويس. باشوف الجول فين. وبتدي حط كورة بشكل كويس. توقيتش بتباصل حد برضو انت بلال في الحجر دي. اه بس كنت اجيب كوي. انت بتجيب. انت لازم اللعيب كمان عشان كده انا قلت. حتة التدريب على الفرص دي حتة مهمة جدا. اكيد. مهمة جدا. يعني هديك مثلا. احراز الاهداف تدريب ولا موهبة. لاثنين. 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 لاثنين بس التدريب بيوسق للمهوبة بشكل كبير. جميل. تمام. بالنسبة للفرود. النهاردة الفرود البوكس كله لازم يكون هو اري. حتى لو انا حطت وشة الار. لازم انا شايف الجول في الاساس وانا كمان مشايفه. وانا بظهري الجول اعارف الجول اي فوق. هي دي الخبرة. هي ده التدريب اللي تتدرب عليه. يعني انا النهاردة لما بروح اتدرب. بقى بخلاص بروح امفراد من ناحة الميه من ناحة الشمال. من نص. امتى هلعب الكرة تشب من فوق الجول. امتى هلعب الكرة امتى هشوتها. شوتها قوية جدا امتى هاركل امتى هبص. فهو النهاردة انت بتشتغل الحتة دي. والكرة مواقف متكررة. مش مواقف جديدة. الكرة دايما مواقف متكررة. تتكرر معك اما في التدريب. اما في المباراة. هرجعلك بعد من روح للاستاد السلام والزميل العزيز كريم أحمد. كريم أحمد اهلا بك. انا بك يا كابتن ميدو. براحب بك طبعا في البداية. وبكل المشاهدين. نجوم النادي الاهلي. نجوم الستويل التحليل. جمهير النادي الاهلي. مبراهما جدا. ومرتقبة الاهلي والنجوم. في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني عشر. لفريق النادي الاهلي. زي ما اكدنا وانا كابتن ميدو تلاحهم كبير جدا. لمباريات النادي الاهلي لبطولة الدوري العام والبطولة الافريقية. وزي ما انت استعرضت تشكيل فريق النادي النجوم. وايضا كمان فريق النادي الاهلي. غيابات كالعادة النهاردة في الفريق. النهاردة يمكن بيغيب وليد سليمان. وحسام عشور. واحمد فتح. وجونيور اجيه. ومحمد نجيب. وعلي معلول. عدد كبير جدا بيغيب عن فريق النادي الاهلي. لكن زي ما بنقول. ان شاء الله ثقاتنا الكبيرة في فريق النادي الاهلي. الفترة اللي جاية فترة اهمة جدا. واكدنا وقلنا اكتر من مرة. بعد طبعا اختياره للمدير الفني. من سمارتنا الى سارتي الارجواني. اللي هيكون ان شاء الله اضافة لفريق النادي الاهلي. بقى في استقرار بشكل كبير. ان شاء الله مطلوب دور كبير جدا من عدد النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. بنأكد على الجمهور اكتر من مرة. كابتميدو خلال الفترة القادمة. لابد يكون في دعم من الجميع المسندة. النادي الاهلي عليها دور كبير جدا خلال المرحلة القادمة. وكمان يمكن على ذكر مستر لسارتي المدير الفني الفريق النادي الاهلي. هكون متواجد النهاردة. كابتميدو فيه المدرجات الخاصة بيه الاستاذ السلام. لمتابعة فريق النادي الاهلي. اولى المباريات النهاردة هيكون متواجد. وزي ما تابعنا وشوفنا للتصريحات. يمكن تصريحاته متزنة جدا بشكل كبير. الرجل يمكن تسأل عن امر مهم جدا. هتلعب بقاني طريقة. ق lui demander ادبي النادي الاهلي. وايضا كمان الامكانات الخاصة بلاعبين لتحديد طريقة اللعبة. لخوض بها مستر مارتي لاسارتي المدير الفني في فريق النادي الاهلي. مع النادي الاهلي في البطولة الافريقية. وايضا في بطولة الدوري العام. بكل تبعا تم بالفعل وصول فريق النادي الاهلي. ونادي النجوم تشكيل النادي الاي يمكن. زي ما انت استعرطتو يا كابتميل imagenا. وايضا كمان تشكيل نادي النجوم. الامور ان شاء الله بإذن الله، تكون في مصلحة فريقا للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة جيدة الجو العام أرضية الملعب استاذ السلام كالعادة يمكن زي ما بنقول أرضية يعني ما قدرش نقول إن هي أرضية مش كويسة لكن أرضية الحمد لله يا رب العالمين ما بيبقاش فيه إصابات لفريقا للنادي الأهلي ما بيبقاش فيه أي عقبات لفريقا للنادي الأهلي إن شاء الله النهاردة كل اللعيبة تكون سلام تأجلت مباراة انت عارف يا كابتن بيدو طبعا مبارات جيبا بطل الأسيوبيا راحة شوية ان شاء الله بنتمنى يبقى فيه التقاط للأنفاس لأن كان يبقى فيه لوت كبير وتحميل كبير جدا على فريق النادي الأهلي خلال الصفر غدا كان يكون فيها الساعة العاشرة والنصف لكن 24 ساعة بتأجل صفر فريق النادي الأهلي للمواجهة العودة مع جيبا بطل الأسيوبيا أنا معاك يا كابتن بيدو لو فيها استفسار طمنا على الأجواء العامة في الملعب يا كريم طمنا كمان لو التشكيل طلع من محمد يوسف أو من أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم طبعا لو بكلمك على فريق النادي الأهلي وتشكيله في حراسة المرمى علي لطفي كريم من ندبد محمد هاني سليف كلبالي أيمن أشرف في المنتصف هشام محمد عمر السلية على الأطراف أحمد الشيخ ومحمد شريف فقدر كابتن بيدو بنكتب أراك ناشا كابتن بيدو من أول تاني بقى علي لطفي يلا كريم من ندبد مساكين محمد هاني وسليف كلبالي تمام أيمن أشرف في المنتصف هشام محمد وعمر السلية على الأطراف أحمد الشيخ ومحمد شريف في الهجوم نصر ماهر ومروان محسن دكة البودلاء الخاصة بفريق النادي الأهلي في حراسة المرمى الشرناوي إسلام محارج أحمد حمودي مؤمن زكريا وليد أزارو أحمد علاء وباسم علي التشكيل أيضا الخاص بفريق نادي النجوم أحمد سعد في حراسة المرمى قط الدار من المين الشمال أحمد جمال كامل أحمد ربيع عبد الجواد محمود فتح الله ومايكل أزخمين في المنتصف أحمد جمال وعمر السيسي محمود حليمو وإسلام الفار أمامهم مهاب ياسر وصلاح أمين في الاحتياطي الخاص بفريق نادي النجوم أحمد سعيد مصطفى جميل محمد أحمد شحات نادر محمد الطويلة أحمد شرويدة محمود منشاوي وكريم فؤاد يمكن دي التشكيل الخاص بفريق نادي النجوم وأيضا فريق نادي الأقل إن شاء الله بإذن الله تكون اختيار موفق لكابتن محمد يوسف كل العناصر الموجودة جهزة بدايا وفنيا وأكد بلكده كابتن يوسف وكابتن سعيد من خلال أسئلتنا معاه لابد يكون اللعيب جاهز في القائمة لأن يمكن الفترة اللي جاية صعبة جدا ما يتمش الدفع بأي اللعيب عنده بعض الألام أو عنده بعض الإجهاد ده ينطبق على وليد سليمان وكان منطبق على وليد أزارو فيها المباراة الماضية ممكن وليد أزارو كمان نهاردة خارجا للتشكيل الأساسي إن شاء الله بإذن الله مباراة تجيما بطل لأسيوبيا تكون كل نجوم النادي الأهلي العادي من الإصابة واللعيبة كمان اللي ما شركتش نهاردة بإذن الله تكون متقلقة بشكل كبير البطولة الأفريقان تعارف كابتن ميدو هي الأهم والأكول فريقة للنادي الأهلي لكن أيضا كمان بطولة الدوري العام إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يستمر فيه سلسلة الانتصارات والأداء المميز اللي منتظر وأكيد كل جمهور النادي الأهلي برجع لك كابتن ميدو أنا معك أيضا وفيها استفسار يعني التواجد الجماهيري يا كريم تكلمني عن التواجد الجماهيري فيه جماهير كتير قليلين جايين الدنيا إيه عندي الحقيقة يمكن نقدرش أقول يا كابتن ميدو فيه وجود جمهور أصلا يمكن أيضا نقول المتواجد 20-30-40-50 مشجع ليه طريقة للنادي الأهلي فيه المدرجات سواء الدعوات الخاصة بيه وزارة الشباب والرياضة المطروحة طبعا ليه وزارة الشباب والرياضة وأيضا كمان التذكر العادية اللي بتنزل طبعا على المواقع الالترونية الخاصة بيه النادي الأهلي ما ندرش نقول فيه جمهور النهاردة بشكل كبير بنتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية المباريات اللي جاية يكون العدد أكثر من كده كابتن ميدو شكرا جدا يا كريم ودايما مميز في تغطية المباريات كابتن بلال أطاعتك أنا كنا منتكلم عن نروس الحربة والتضييع الأهداف نتكلم عن تضييع الأهداف واستغلال الفرص نكمل أنا بعد كابتن نحن أحسن إزاي محمد يوسف تعاني نتكلم من الأول على تشكيل الأهلي بسرعة نعيده على السادة المشاهدين علي لطفي وكريم ندفد وهاني وكليبالي وأيمن أشرف هشام محمد مكان في سام عشور نفس تشكيل المباراة اللي فاتت باستثناء هشام محمد بدأ بي والشيخ بدأ بي النهاردة وعلي لطفي ولطفي يعني غير اللي احنا تكلمنا فيه علي لطفي كليبالي أمان أشرف هشام محمد والسلية وناصر ماهر قدامهم عليمينه الشيخ وعلى شماله أشرف قدامهم مروان محسن سترايكر صريح الشناه ومحارب وحمدي ومؤمن وأزاره وباسم وعلى دول احتياطي أبو دلاء النادي الأهلي تشكيل يعني متغير فيه ثلاثة باستثناء إن شاء محمد يمكن هو برضو نزل الموراة اللي فاتت لعب مكان في سام عشور فإحنا بنتكلم في اتنين في اتنين ما كانوش موجودين موراة اللي فاتت أحمد الشيخ لعدم موجود في القائمة الإفريقية وعلى نطفي النهاردة اللي بديل الشريف الكرامي اللي هو تصاب إن شاء الله يرجع بالسلامة طريقة النادي الأهلي واحدة النادي الأهلي بلعب بنفس الطريقة محمد يوسف 4-2-3-1 في الحالة الهجومية تتحول 4-5-1 في الحالة اللفعية بيبقى بس في الحالة اللفعية مرعون محسن هو الوحيدة اللي ببقى موجود بالنسبة لك هو في الحالة الهجومية تعالى طب قبل ما نتكلم على التشكيلة دي نقول تشكيلة عادلة جداً من وجه نظري من وجه نظري تشكيلة عادلة يعني إدى فرصة مرعون تاني مرعون متقلق الفترة فاتت أحرز هذا رائع المبرارة اللي فاتت أيضاً كريم ندفد هاني كليبالي نوعاً ما دل ممكن أكلمك عليه شوية كان برضو نفس صغراته الدفاعية لسه كليبالي ماد نعمس انت ما عندكش حد في المكان ده يعني انت المباراة اللي فاتت يعني علاء ولا كليبالي في الفترة دي أحمد علاء ولا كليبالي في الفترة لا مش علاء ولا كليبالي علاء ولا هاني انت بص خد بالك أنا عايز أقولك الحاجة مباراة خد بالك انت برضو المباراة بتاعتك انت بتحط اللعيبة بتاعتك برضو الدفاعية أو الهجومية الحسب برضو المبرارة الموجودة قدامك وبتعمل السيستم بتاع الجيم بتاعك أو الiedyان بال Bevölkerات السادسات على حسب برضو التي منزل جائعي قدامك في مبرارة اللي فاتت طبيعية جدا الفرين الافريقيليليليليليليليليليليليليليليليليليليoisه ييهجمك بشكل مكسب جميع فانت م magnetsش مشكله في الحتة الدفاعية انت بس مشكله تش��ه في حتة دفاعية اذا تلاحن كالك إليك ويبسكوا الأسرعات اذا تت leveها كروهك بشكل جيد واحد بعمل عميات الكاف، أنت ما أصبح ما عندكش مشكلة في الحتة دي، ولكن كانت مشكلتك في الموراة اللي فاتت كلها، أن أنت إزاي تحضر الكورة، تحضر الهاجمة من تاح، باللعيب اللي موجودين تاح، بساعد سامير وكلبالي، لتنم ما كانش عندهم، أو ما عندهمش لإمكانية، بزلط أنك تحضر بشكل كويس، فكان هاني بيعمل الحتة دي بشكل كويس، كورته حلوة، كان بيحضر بشكل كويس جدا، لكن لو هنتكلم على الحتة الدفاعية، قدام فرقة بتهاجم، فيبقى صعب برض وهكبت أنت تحط محمد هاني كلعيب بيدافع كلعيب سنتر باك، وانت عندك النهاردة فرقة، يعني النهاردة هل مقاومات محمد هاني كلعيب لعبك، كانت كبيرة جدا، بلعب في مكان مش مكانه، هل النهاردة ممكن ينعب منع على صلاح، على صلاح؟ صعب جدا، صعب جدا، هيبقى صعب، هيبقى صعب يعمل الرقابة دي، ممكن يعمل إيه؟ يعمل عملية التغطية، في الحتة دي، تمام، هنكمل، لازم نطلع عفاصل حالة ونرجع نتواصل مع ديوفي الكر في استكمال تحيل الفني العزيز المباراة الهمة جدا أهلا بحضرتكم من جديد، كنا قبل الفاصل بنتكلم مع كابتن حشيش في توظيف هاني أو كليبالي أو أي من أشرف، أي أن كان يعني أنا أعتقد أن وجود محمد هاني النهاردة في المساك واختياره النهاردة، ده نتيجة تقلقه المباراة الفات كان من أحسن ناس اللي كانت موجودة وما تنساش برضو في حاجة مهمة جدا من المباراة دي بين مباراة إفريقيا، بس كلا بلاك كانش عندنا ضغط هجومية كابتن حشيش أنا أقول لك لا، أنا أقول لك الاختيار جي لأن أحمد علاء، لأن أحمد علاء شموقات إفريقيا، وهو عنده المباراة دي بين مباراة إفريقيا، دوبك، فرقها ثلاثة أربعة تيام، ما مش عايز برضو يغير الحتة دي، ويخلي الراجل اللي هيلعب أو اللي هيلعب به المتش اللي جاي، لشان برضو لازم حتة الانسجام بين المساكين لازم تبقى موجودة، فأعتقد أن ده السبب الرئيسي، لو ما كانش كده أعتقد أنه هو ممكن كان عدل الدنيا تاني لعب محمد هاني في ناحية ولعب أحمد علاء مع كل بالي، ولعب ندفت بقى نصف ملعب، أعتقد يعني، فده السبب الرئيسي، تمام، عايز تديك في حاجة؟ لا أنا كان مصبوط طبعا، يعني خاصة أن أنت الحتة الدفعية لما دي، يبقى عندك عليها ضغط كبير للماتش اللي فات، فأنت النهاردة مش هينفع تريح أو تعمل تغييره في الحتة الدفعية، وانت عليك مباراة بعد تقريبا أسبوع أو أقل من أسبوع يعني، مباراة اللي جاية، أقل من حد تقريبا، يوم الحد إن شاء الله، مش هينفع تعم لحتي تغييرها في أي حتة، مش هعرفين، مباراة الدورة تبقى يمتكتن فضي من الورد، فرقة برضو كويسة، تلعب كرة على الأرض، وصلت الشوت الثاني أكثر من مرة على مرمى النادي لاليكت بتهدد برضو بعض الأوقات، فأنت النهاردة برضو أو نتيجة برضو تديهم دافع كمان يعني، لكن تأتمنى الموراد تخلص أردها سفر عشان تقضي على كل الأمن والحموح، كل الهاردة لقدر الله هناك مباراة، في بداية المباراة، هيخلي الحسابات مختلفة تمام، تعمل حساب أجب اللي بصدري؟ أنا بشوف إنه ما ينفعش التغيير فيه بقدر الإمكان حتة دفعية الأربعة اللي موجودين في الحتة الدفعية دي لأن الباكرايت والباكليفت بيعملوا عملات التغطية بشكل كويس بيضموا في القلب الاثنين اللي موجودين لازم الاثنين كل يبهن على اتفاق ما بينهم مين بيغطي مين بيمسك مين بيلعب مع المان مين التاني بيعمل عملات الكافرينج فالحتة اللي وردي مهمة جدا جدا خاصة المراتر اللي برم العبك تمام طيب قبل ما نروح لكابتن إبراهيم نتكلمه برضو عن أحمد سامي هل مجهز مفاجآت لنادي الأهل النهاردة ولا يلعب نفس اسلوبه بس السؤال يعني أعم شوية تعالوا نشوف تقرير ونرجع مع ضيوفنا الكار يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي دفع فاتورة مشاركاته الخارجية وذلك بخوض مباريات مضغوطة في مسابقة الدور المصري عندما يستقبل مساء اليوم فريق النجوم في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدور المصري سيكون الأهلي على موعد جديد مع ابن من أبنائه الذين يسيطرون على مقعد الرجل الأول بالأجهزة الفنية لأندية الدور المصري الآلي يخوض مباراته أمام النجوم الذي يقوده لاعبه السابق وابنه أحمد سامي الذي قدم عروضا طيبة مع فريق طلاع الجيش قبل أن تسند إليه مهمة تدريب الوافد الجديد للدور المصري سبق للأهلي مواجهة أربعة من أبنائه حتى الآن في مسابقة الدور المصري البداية بتخطي الأهلي لنظيره المصري الذي يقوده ابنه السابق حسام حسن بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية سجل ثنائية الأهلي كل من المالي سليف كوليبالي في الدقيقة الحادية عشر وأضاف وليد أزارو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعين المواجهة الثانية التي جمعت بين الأهلي وأحد من أبنائه كانت في الجولة الخامسة عندما لاعب أمام الإنتاج الحربي الذي يقوده الخلوق مختار مختار في الجولة السادسة عشر تخلى جدرال الحظ عن الأهلي لعب التوفيق دوره ليحصد المقاولون العرب قيادة مايسترو خط دفاع الأهلي السابق عباد النحاس ثلاث نقاط من ثم حامل لقب الدور أخيرا لعب الأهلي مع الجونة في أول مبارياته مع نجم المارد الأحمر السابق حماد صدقي وحصد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويق بالدوري الثلاث نقاط ليواصل زحفه البطيء نحو الاعتفاض باللقب الغالي والحصول على البطولة رقم واحد وأربعين في تاريخ المارد الأحمر أهلا بحضرتكم من جديد كابتن إبراهيم يعني ماذا يمتلك أحمد سامي من المفاجآت اللي يفاجئ به ناد الأهلي النار واضح من التشكيل اللي عامله أنه هو لعب برضو دفاعي بشكل كبير مهاب ياسر الحقيقة هو حطه تحت المهاجمين فبيلعب أربعة أربعة واحد واحد حيث مهاب ياسر بينزل في نص الملعب مع الأربعة بتوع نص الملعب يبقى متمركز خمس لعيبة وأربعة لعيبة في خط الدفاعه فبالتالي واضح من التشكيل التشكيل بتعمه ما بيتغيرهش يعني هما تقريبا التشكيل الموجود أحمد أحمد سعيد أحمد جمال ناحية اليمين أحمد ربيع ومحمود فتح الله الاتنين مساكين ماريكل إزومين محيد الشمال محمد همام ومحمود حليمو عمر السيسي إسلام الفرار باع فرص الملعب صلاح أمين ومهاب ياسر لتنين هوا أحططوا بتنين يا صحابة بس لتنين مش صحابة مهاب يلعب تحت يا صحابة فبالتالي ينضم لصلاح أمين في حالة الهجوم وبرجع يدافع مع نص الملعب بحيث يضيقوا المساحات على لعيبة النادي الأهلي بحيث ما عندهمش فرصة للتمنير اللي بيجيدوا لعيب النادي الأهلي اللي بيخلقوا به الصغرات اللي بيقدروا يحرزوا منها الأهلات وبالتالي واضح من التشكيل أنه هيلعب دفاعي من نص ملعبه مش من نص ملعبه في بداية المباراة وهي دي يعني خطر على النجوم النهاردة لو لعب بالطريقة دي لأنه برضو هو هل ممكن يلعب بجراء أو دهنا ده ممكن يهاجم؟ هو لو هاجم برضو ممكن يستقبل أداف يعني لو حضرته بكنا لو لو زود المساحات على النادي الأهلي النادي الأهلي بيقدر يلعب في المساحات الوسطة يعني بيقدر ويخلق منها الصغرات المناسبة أنه يقدر يحيز منها أداف وهو لو هاجم 100% فأكيد حيستقبل أهداف بصرعة كبيرة جدا لازم يقسم حتى لو هو مش هيلعب مدافع 100% يقسم الماتش على مراحل لو نجحة الطريقة الأولانية أنه يلعب من نص ملعبه حيفضل مستمر به وليه المدرب أصلا يا كابتور مين يفكر بفترات دفاعية بحتة أو هجوم بحتة؟ دي ما بقاش طريقة أساساً كل العالم دهاته بيدافعه بهاجل لا على حسب إمكانيات اللعيبة اللعيبة اللعيندك لو إمكانيات اللعيبة متوفرة أنه عنده مهاجمين على مستوى عالي من الكفاءة عنده خط نص بيقدر يعمل أسيستر المهاجمين بطريقة كويسة عنده أطراف ممكن يدل المهاجمين كورة عرضية بطريقة مناسبة وبعدد وافر من الكورات العرضية كده يقدر يلعب مدافعه مهاجم واحدة قلت لي أنه هو بيمتلك مجموعة وعدة هي المجموعة دية اللي موجودة والاختيارات بتبقى الغيارات بتبقى على قد مستوى المهاجمين هو عايز يدافع بينزل مدافع هو جاب جون ربنا كرم هو جاب جون بينزل مدافع عشان يكسب العدد في مصر الملعب بالطريقة دي بيقدر يمشي الماتشات بتاعته طب هل الأعمار الصغيرة بتستحمل الضغط الدفاعي ولا تديها شوية من التحرر لا مش هتستحمل الضغط الدفاعي وفي ماتشات كتيرة كان هو برضو بيلعب دفاعه وماستحملوش الضغط الدفاعي وتغلب بهدف أو اتنين فالصغيرين دول زي ما قلت في بداية الحواز أن الصغيرين دول محتاجين للخضرات تحت الدور الممتاز لازم يأخذوا الخضرات وأنا بقول برضو ما زلت ومصرش أن المجموعة دي في الراويند التاني هيبقى ليهم شكل آخر وخاصة بعد التدعمات اللي هتبقى فيها وبان التدعمات هتبقى فين عايزين مهاجم صريح مع صلاح حمين عشان برضو يعني طول الوقت هو المهاجم الوحيد اللي بيقدر يسجل لنا الأهداف في مهات النجوم لازم محتاجين مهاجم تاني محتاجين واحد في نص الملعب يقدر يقدر يعمل أسيست لصلاح حمين أو المهاجم التاني اللي مفروض يجي تمام كابتين حشيش انا اكمل عليه اتفضل اعتقد برضو زي ما نقود كابتين احمد سامي من التشكيل الحط واضح ان هو عايز يعمل كسافة عددية في نصف الملعب عشان يقدر يضغط على عيبة النادي الأهلي في نصف ملعبه ويدايق المسافات واستغل عامل الوقت يا بلال ان هو ممكن شوط التاني او عنده ولاد صغيرين لقاءة بدانية عالية يبيكمله تسعين دقيقة على حسب المبارات اللي فاتت الغدية انا استغل اللقاء البدانية العالية دي في الحالة الدفاع والحال لكم لا ما انا هقولك هقولك ليه هو مش عايز ايجي فيه اهدف في بداية المباراة ممكن تعمل برجالة عند كتير من اللعيبة اللي هم يعني مش اصحاب خبرات معظم الفرعة فهو بيعتمد على انه بستنفر حتة الروح القتالية اللعيبة بتلعب قدام النادي الاهلي الماتش بتاع النجوم والنادي الاهلي او اي ماتش طرفه النادي الاهلي بيبقى النافزة للعيبة والمدرب حتى وندير الفن انه يعمل مباراة قوية على النادي الاهلي وشكل كويس اللعيبة بتسوق نفسها برضو قدام الفرق الكبيرة وخصوصا النادي الاهلي هو بيلعب ازاي بقولك عامل لوقت المباراة الشوط الاولاني عامل السيناريو مدخلش فيه اهداف الشوط التاني عارف هدف النادي الاهلي الاساسي انه النادي الاهلي بيلعب على ثلاثة بونت فبالتالي لو لا قدر الله الشوط التاني بداياته صفر صفر هتلاقي النادي الاهلي بيضغط بكل قوته لما تضغط بكل قوتك وعندك مساحات العب فيه هتلاقي فيه مساحات عندك فضية يقدر عن طريق الخبرات اللي موجودة مع اليقة البدنية انه يقدر يعمل كونتر أبتاك اللي يقدر ممكن يجيب منه حاجة دانا رؤيته بس ده بقى كلام ما كابتان حشيش انا طبعا بس ده بقى كلام معظمه على الورق او على الصبور ان انا هطلع الشوط الاولاني صفر صفر والشوط التاني بقى الاهلي يبدأ في مساحات طب افرق بي فيها جنو التاني والشوط الاول حيغير طبعا سيناريو بقى ما اعتقد انه ممكن ما العبش بقى في حتة الزيادة العددية يبتدي يبادل النادي الاهلي الهجوم لانه هو مش هبقى خسران يعني مش هبقى خسران حاجة لازم يبادل مش هفضل يدفع عشان يجي فيه التالت والرابع بس هو لازم يبدأ كده الوضع الطبيعي بتاع اي مدربة كابتو برايم انا موافق معاك بس هو لو لو دخل في جون ووسع المساحات بتاعته تاني وابتدى يضغط حيلعب الحرص لا المساحات هتتوسع قدام النادي الاهلي وحيستقبل اهداف تاني صحيح فايزا هيرجع للسيناريو الاولان انه هو لازم يقفل لازم الدنيا والله يكون فعلا لانه هي برضو زي ما قلت زي ما قلنا ان دي خدرات العبال معاك اي مدرب في الدنيا عايز يكسب وعايز يهاجم وعايز دفع كويس ويهاجم واضغط بكل الخطوط انما الامكانات اللي موجودة معايا ايه وحقابل مين يعني مثلا ينفع ان انت تروح تقابل برشلونة تلعب ضغط عليهم وتهاجم من البداية يعني والله ماشي ماشي بعدنا انا ضد حكايات امكانات لعيبة بنسبة كبيرة يعني ماشي امكانات لعيبتي بس انا انا كمدرب نتوّر ونمي بس اقول لك على حاجة قل دي على حاجة دلوقتي انت اي مدير فن بيحط التاكتك بتاعه بيبص للا هو صغير بيبص لفرقة الكبيرة ازاي في رقم واحد ان انا اوقف الخطورة اوقف مكمن الخطورة بتاعت الفرقة اللي قدام امس الرقم اثنين ببتدي انا هاجل دي رد الفعل رقم اثنين بالنسبة احمد سالمي مدير كويس عنده امكانات كويسة بيعرف يقرى الفرقة اللي قدامه بشكل كويس وعنده شخصية وعنده شخصية داخل الملعب وبيشتغل على الفرقة اللي قدامه رقم واحد وبعد كده بشتغل على امكانات اللقم واحد وشاف ان نهارده حتى من التشكيل اللي وحطو نهارده حاطت اثنين على الاتراف ملعب يعني بلعب اربعة اربعة واحد واحد حاطت اثنين الناحية واثنين الناحية عشان يقدروا يقفلوا على مفاتيح بل حول له عشان يعمل لك بالضبط قفل على المفاتيح بتاعتك بالضبط عارف أن النادي يهلي دائما بيلعب على أطراف الملعب وهي مركز القوى عند النادي الآري سأوزا كان من أحمد الشيخ بالسرعات والمهارات أو ناحية الثانية عند محمد شريف بالسرعة الموجودة عنه فأحط لك اتنين اتنين باك ليفت وباك رايت واتنين موجودين معهم يقدروا أنهم يعملوا يساعدوا في الحتة الدفاعية رقم اتنين أنه يقدر يشتغل على السرعات الموجودة عنه النهاردة الأربعة الموجودة في نص ملعب لعبة كور الشهر أربعة بس بيجروا أو بيدغطوا في الحتة الدفاعية بس من الإسلام الفور لعيب كويس مكالب كويس محمد حليمو لعيب كويس محمد همام لعيب كويس ومعهم عمر السيسي بردو لعيب كويس ومن فوقهم على طول بيجي مهاب ياسر ده المحور الرئيسي بتاعهم ده البلاي مايكر اللي بيلعب الفرق ده بينزل تحت وهم ما بلعبش يعني تحت الفرد وبينزل تحت وهو بيشغل الفرق جدا عندهم سرعات خد بالك كون إن أنا بلعب اتنين طب هالله عناصر ده تمت تدافع بيا melon هاجم بيا اهلا فيا به وهاجم بيا ازاي أنا النهاردها لما تكون عندي اتنين باك ليفت و باك ريت عادي دايما زيادة عدويا وأنا بلعب النادي الاهلي دايما اتنين على الهاجمان دايما عندي واحد في الهاجمان موجود اقدار خاصة أنه والنادي الاهلي بلعب في الهاجمان بتاعته دايما البرك ليفت لما اهام هجمان فأنت دايما عندك مسحبة تشتغل عليها في الحتة دي يشتغل عليها مهاب ياسر يشتغل عليها الصلاح أمين أوقات كتيرة جدا في ماتشات كتيرة مع الفرقة الكبيرة بنشوف صلاح أمين هو اللي بيروح لحت الشمال أول يمين وبيخش مهاب ياسر في الحتة اللي قدام لي هو اللي بيخش بيوبه هو الفرود الرئيسي ده الكرة في حالة الهجمة المرتدة أما في حالة تحضير الكرة هو بيلعب السيناريو التاني لو نهاردة مغلوبة زي ما أنت تكلمت هل النهاردة ممكن يبقى عندي عملية التحول من النجوم للدفاع هل الفرقة بتاعتي أمكانيتي تسمح تسمح الفرقة النهاردة شفنا المباراة الفات مقرأة أم بي بعد ما كان متأخر الشط التاني هو اللي بيستحف ما ذالي بيكلفين طول عمر اللي بيلعب على ردة الفعل يا بلال مهدد أكيد إلا أنت مش عارف أن أعمل أنت هتعمل فيه إيه أنا مستنيك أنت تعمل بعد أنت عمل معا فيه مداربين بيشتغل علي إزاي نقدر؟ إزاي يقدر أزحق الفرقة الأقدام إزاي يقدر أخلي الفرقة الأقدام يتزهر بزبط إزاي يخليهم أضطروا من هم يلعبوا بالفكر بتاعي وكان أستاذ في الحتة دي كابتن جوار الله أرحمه كان دايماً هو بيلعب الفرقة الكبيرة يعمل عملية أن أنا بخلي الفرقة الأقدام يتمل تغير من طريقة اللعبة بتاعها من الأنديرك تأتاك أنه هو من رجل 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 يلعب كرة سريعة خلاص أنا عايز يجيب جول نحن غيرنا كورني الكورة ورد فمضطر أن أنا خد بالك فبتضطر أنت كاتيم بتغير سياستك الهجومية فبتفتح لها بشكل أكبر من كده بتخلي الستوبر يتقدم عشان يزيد بتخلق مساحات هو عايز يلعب على حتة دي إنه دايماً يجبقى في مساحات عنده في نص مرة جميل إنه دايماً عشان لعبته اللي في نص مرة بقى دايماً يمكاناته ومعاراته عالية جداً وعنده فريوت جيد بيقدر يتحرك بشكل كويس جداً بنسبة 60 او 70% هوا ما باشتغلش اللي أنا بكلم فيها اللي هو ده فكري بالذكري لا يحدش يعرفه المدير الفاني أنا عايز اتشتغل حتة دي أنا مش عايز اوصل لمرمى الندى لأهلي بانفراض او ممكن لا أنا عايز اوصل لمرمى الندى لك كابتن بكورة سبتة بدرب حر ومشلة بكور نار اللي أنا بقى فاعل فيها اللي أنا بقى صاحب الفاعل فيها مش هاجل لك كثير حفظ حاجة معاية هو كمان يميد وعنده كمان مشكلة انا ليه بقولك ما يقدرش يفتح الملعب شكل كبير لانه عنده مشكلة في الحد في الاثنين الاستفارين هما بطاعة يعني اوه لعابة كورا كويسين فتحال لعابة كورا كويس احمد ربيع لعابة كورا كويس لكن واحد ضد واحد سهلا انك تعدي اي سبرينت سهلا انك تعدي فدايما المسافة اللي بيعملوها الاثنين السنتر باكس بينهم وبين حارس المرمى مسافة صغيرة لا تسمح للمهاجم ان يعمل سبرينت فيه الشور تستغلو خلواتهم في التعويض البطء في التمركز في الكورات العالية لكن ما قدرش يعمل سبرينتش للملعب إذا عمل سبرينتش مع اللي موجود عنده في الحتة الدفاعية ايضاره صعب جدا عليه ان هو يجاري لعابة اللي بحدي محمد يوسف ليه محطش كريم لديه في نص ملعب مكان هيشان محمد واستعمل باسم علي يبقى عنده طرف يمين هيل جدا وعنده لعابة لص ملعب مهاجم المباراة دي في الدفاعية ممكن تكون بروفا المباراة اللي جاية مباراة إفريقيا اللي جاء فعشان كده مش عايز يغير في التشكيل مش عايز يغير في الشكل الدفاع أنا ممكن أغير في الشكل الهجومي مفيش مشكلة لأن أنا هناك مش مطالب أن أسجل هدف واثنين وثلاثة مطالب بس أن أنا ممكن أسجل هدف واحد وعندي إمكانيات اللعيبة اللي في الحتة الهجومية لو عاد لو رجع وليد سلمان ممكن يسجلي هدف عندي الإمكانيات اللعيبة تسمح لنا سجل هدف لكن حتة دفاعية لازم يبقى فيها بالانس لازم يبقى فيها التزام لازم يبقى فيها تواصل العيبة اللي موجودة قدام لا يقدرش أنه يغير في التشكيلة شوية أنت ممكن تقول آه ممكن يلعب باسم النهاردة بس النهاردة هيبقى صعب هو عنده مباراة مطالب فيها لأنه يبقى عنده تركيز دفاعي قوي جدا فهو كريم ندفد هو بيحضره للماتش اللي جاي ممكن اللي بعديه يلعف نص مرعب ونفس المشكلة يا بلال برضو احنا قلنا برضو بس المش متأيد افريقيا ما هو عشان كده كتبه عشان كده ندفد بقول ندفد هو بيحضره برضو للماتش اللي جاي هيلعب بيه في نفس المكان الماتش اللي جاي قصة ندفد يا بلال كلام عقلاني جدا بتتكلمه جدا جدا لكن أنا بتكلم كلام عملي انت مفيش فترة بعيدة بين الماتش الأول وماتش التاني اللعيبة أساسا عندها ضغط مبوريات فاليقرب البدانية بتاعتهم محتاج ان هو أساسا ياخد وقت طويل في الراحة فأنت تريحه مفيش مشكلة خالص لعيبة في نص ملعة مفيش مشكلة خالص تحطوا بقى كمين مفيش مشكلة برضو فأنا بقول ان انت بتركز في التلت نقاط المهمين جدا انت عندك برضو دوري أنا معاك بس برضو انت كمدير فني لما ببص على موراة النجوم يا برضو مش المباراة صعبة بالنسبالك أنا عندي تقييم أنا كمدير فني برضو بقايم الفرق بشكل كبير يعني أنا لما اجي قايم فرقة النجوم أنا محتاجي ثلاث نقاط بس هل الفريل قدامي يسمح لي أو يخليني ان أنا غير في التشكيلة بتاعتي يغير في العناصر اللي موجودة هل الفريل قدامي بالقوة الكبيرة جدا اتخليني مثلا انا غير في الحتة الدفاعية احط واحد في الحتة اخرج واحد من البكرة احط في نص ملعة عشان خطر يزود لي العدد ممكن اعمل الكلام ده أثناء الجيم لو انا شفت ان الجيم بيت صعب ممكن اطلع انازل باسم الشوط التاني واجيب كلمة ندل في نص ملعة جميل وغير من الاستراتيج نساش حاجة جميلة برضه في الحتة دي انت رايح تلعب المباراة اللي هناك في المقام الاول انت رايح تحافظ على النتيجة يعني الدفنس في المباراة الخارجية بيبقى عليه عامل كبير قوي في حتة برضه انا بركز على حتة التجانس انت رايح تحافظ على نتيجة الـ 2-0 هناك في أسيوبيا فلازم تثبت الارباع اللي هم موجودين ورها ماشي اختلف معك قول نختلف شوية معاه لا انا انا مختلف انت تختلف انا مختلف انا مختلف ولو حضرتكم اللعبت في أسيوبيا أسيوبيا اللعب فيها قاتل لو لعبت في أسيوبيا تحت ضغط هجومي من اي فريق أسيوبي لا اي في جوان اي في جوان فلو يوسف فكر نه يحافظ على الـ 2-0 لا لا انا محافظ لا فيه التكييف دفاعي بين الارباع بالزبط لا 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 عمو ما بيالعب مدافع 100 بالزبط بيقسم الماتش على كذا جوز الماتش بنقول يا رب يخلص انت متى متسخم بيتبقى مش قاد لا زائد ان برضو الفريق الناحية الدفاعية عنده ضعيفة جدا انا شوفنا الفريق ادي انا ضيعنا مجموعة من الاهداف الشوت التاني ادل كده كم ممكن يطلع الماتش انا تفكرني ماذا بس لاختهم بدانية عليك 100 الشوت التاني واضح ان عدوم لاختهم بدانية عليك وحس انهم فيهم حاجة يعني ممكن يجب في جول لا وحنا عندنا مشكلة هناك الاكسوجين بس هي دي اللي هستعبنا شوية فانما الناد الاهلي لو هيدغط من بداية المباراة على اساسي خلص المباراة من بعد لانه هم معتمد ان برضو الخط الدفاعي عندهم قليل شوية فانا من وجهة نظر انا لو كان محمد يوسف انا هلعب مهاجم عليهم في ملعبهم في بداية الماتش لсп Singh اوريجب جون و ارغان تفكرهم خرص توقعاتك للنشوت الاول يا كابتن لا الاهلي coming in shallah لا الاهلي yaks Bridge شكو se ليس بأسعي نش� lihat لان احنا هنا we are in shallah فانا وهو الاهلي يكسب synerت my e jain دفع اي then mày haven المسй customers اvale 1 2 وعد سفر؟ كما يا جابتن؟ اتنين يا رب يا رب مباراة مهمة جدا لأهلي والنجوم محمد يوسف وإحمد سامي اللي اتنين شخصيات قوي جدا في الملعب مين هيحسنها لصالح إن شاء الله محمد يوسف ورجالة نادي الأهلي يحسنوا عزيز المباراة بسلاس نقاط مهمة جدا لنادي الأهلي يرتقوا به إلى المراكز المتقدمة وكاعد نادي الأهلي أكيد بيلاقي مكانه في المراكز المتقدمة نروح لتقرير ومنه للقاء اليوم الأهلي والنجوم ورجعونا بعد المباراة أكيد بقى عندنا كلام كتير جدا فني مع ضويف الكرامة نتكلم مع حضراتكم في هذه المباراة